أنا شايف أنه طبعا المعارضة بتتعلم المعارضة بتتعلم طول الوقت وده واضح من تشكيل جابعة الإنقاذ للانصياع للحركة الشبابية في 30 يونيو وأنه جابعة الإنقاذ بكل الأسماء اللي فيها تبقى بتسير خلف مجموعة من الشباب لا المعارضة بتتعلم في مصر وبتتطور بس يعني عايز أقول أنه معارضة في بريطانيا وفرنسا لسه بتتعلم يعني مش عايز الناس تبقى بتخيل أنه إحنا نظام سياسي مثالي في 10 سنين حتى لأن المسألة بتتطور والمعطيات السياسية بتتغير فبالتالي الحزاب محتاجة طول الوقت بتتطور نفسها لكن أنا برى أنه في هذه اللحظة ما أنجزاته الأحزاب اللي أنشئت بعد الثورة أقل من الثورة 25 ناية لا إحنا ملحقناش حد إساس حاجة لسه فيعني نتكلم على سنتين وبدعة أشهر قليلة أنه ده عمر أنه إحنا بقى شايفين على الساحة أحزاب بتأدي الدور اللي بيأدوه ده إنجاز جيد حقيقي للأحزاب دي ومش عايزين نبقى طول الوقت بننتقدهم وبس آه في انتقادات ولكن هل هي بس هي أدأة في سنتين ونص إنها تبقى بالشكل ده ده شيء جيد قادرة على المرحلة القادمة هل لديها تفتكر حلول أو برامج حقيقية السؤال ده أنا سألته يمكن للضيف السابق لديها حلول حقيقية ممكن أن تطبق على أرض الواقع ويشعر المواطن العادي بيه أنا ما أتكلم على مثلا طيار اليسار اليسار في مصر أشوف برنامج حزب التحالف الشعبي برنامج المصري الديموقراطي لا هي برنامج جيدة جدا تعبرا على اليسار بشكل جيد إيه هي البرامج دي أستاذ محمد؟ زي إيه؟ يعني هنحتاجين نشرح البرنامج بتاع الحزب اللي بيقول أنا لو وصلت للسلطة هعمل واحد دين تراتة أربعة فكرة فإحنا هنا أنا بقول إن الحزبين دول مثالي في غيرهم لما بص على طيار الليبرالي أجد حزب زي الدستور حزب زي الحزب الوفد وعنده تاريخيا برنامجه لا فيه برامج وفيه أطروحات سياسية كتيرة ممكن تتبنيها هذه الأحزاب لما في الأسماء المطروحة دكتور زي دكتور أحمد سيد نجار هو عنده برنامج متكابل للإقتصاد المصري يقدر يطبقه فبالتالي لا فيه برامج وفيه سياسات المشكلة عندنا في البدائل التنظيمية اللي هي زي بنكلم عليها الأحزاب إنه فعلا الأحزاب زي بنقول نهاية سنة ونص عملت إنجاز كايد بس هي لسه ما تبلورتش كتنظيمات ما فيش التنظيم اللي يقدر يسند مشروع كامل وراه نعم إنما كل طيار منقسم جوه إلى مجموعة أحزاب ما فيش التواصل بينها مش كافي فبالتالي ما عندناش تنظيم يسند مشروع لكن على مستوى السياسات لو فتحنا أي جريدة مصرية النهاردة هتجي دي مقالتين ثلاثة بتطرح بدائل وقاهية وتقدر تتحق على مستوى السياسات وده جزء من شغلنا في ممتدى بدائل لطرح السياسات بديلة لا بنلاقي كتير قوي والنازم تطرح في الاقتصاد وفي السياسة أفكار وقعية ويمكن تحقيقها على الأرض بكس محتاجة حد يشيل الأفكار دي محتاجين حد ياخد البرامج دي ويحولها إلى ياخد الأفكار دي حولها ببرامج تنفيذية يمكن ببرامج تنفيذية معاك حق لو بتكارمي على فكرة برامج تنفيذية خطوات واحد اثنين ثلاثة أربعة دي مش موجودة بس بالتالي ده دور الحكومة لو جات حكومة يعني على درجة من الخطوة يجب أن تعمل عليها تقدر تعمل خطة تنفيذية طيب خلينا أيضا نروح لهذا الخبر مع حضرتك وستاذ المشاهدين حيث قال مصدر مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري إن العمل يسير في البنوك العاملة في السوق المحلية بشكل طبيعي اليوم الأحد وسط تكثيف أمني بفروع المصارف ومكينات الصراف الآلي مؤكدا أن البنوك سوف تغلق قبل موعدها موعدها الرسمية المعتادة في تمام الساعة الوحدة ظهرا بدلا من الثانية ظهرا كيف تقرأ المشهد القادم السيد محمد المشهد القادم سيتوقف كثيرا على عدة عوامل المشهد الأمني بما أننا نعلم على الخبر غير كافي لو أن أشارة جيدة جدا من الشرطة أنها تشارك في حداث موجة ثورية بتاعة 30 يونيو بس في الحقيقة محتاجة دور أوضح في حفظ الأمن فيه بشاهد ابتدائنا نشوفها في حتة متفرقة محتاجين أن يبقى فيه سيطرة ولو الجيش محتاجين دعم الجيش مفترض يبقى معاهم في هذه المرحلة يعني الأمن لازم يتم السيطرة عليه الاختصاد لازم يبقى فيه خطوات واضحة في اتجاه فكرة إشعار الناس بتنمية حقيقية بواية مش بتنمية بمعنى أنه ستحصل التنمية بمعنى أنه فيه خطة للتنمية هتعود على الناس بفايدة وأنه السلطة لن تنحاز لفئات معينة في المجتمع على حساب أخرى إنما يبقى فيه حساس أنه فيه برنامج العدالة الاجتماعية اللي كانت مطلب مطالب الصورة وكانت في الحقيقة أنا برا كنت بتشوفها لقاعدة ببرامج القنوات العربية عاملين ريبرتاج عن أسباب النزول في 30 يونيو وجامل ريبرتاج كانوا عاملينه في 25 يناير 25 يناير كان الموضوع السياسي فيه وانتهاكات الشرطة فيه كلام كتير جدا وحقوق الإنسان وحقوق 30 يونيو كل اللي بيتكلموا بيتكلموا على الناس اللي عادية بتكلموا على مطالب ليه علاقة بالاقتصاد أنه أنا أكون عندي شغل وما بقيتش عندي شغل أنا المرتب بقى غير كافي مع ارتفاع الأسعار يعني المطالب الاقتصادية واضحة جدا في هذه الموجة عند الناس اللي نزلت وشاركت وبالتالي يجب أن تبقى فيه مؤشرات لهم في هذا الاتجاه زي ما تكلمنا مصار سياسي سريع ناجز بخطة عمل واضحة ماذا عن الدستور؟ هل تتواقع له أن يلغى أم يتم فقط تعديل بعض البنوط فيه؟ طبعا هنا حدث عن الفصل الخامس سوى عايز أفكر المساعدة سلطة التنفيذية ورئيسة الجمهورية عندنا دستور مجمد وهو دستور سنة 23 يتجمد بعد 52 وعمر ما راجع تاني فكلمة تجميد الدستور يعني هي لفظ بيقال إرضاء الأطراف المختلفة لو طلع دستور تاني طبعا بيبقى قائعة فقط في 52 أعلن تجميد دستور 23 فكام شوفناك وش تاني فقد يكون التجميد من هذه النوعية قد يكون عودة إلى مادة مادة فيه لمراجعتها لأنه في الحقيقة الدستور كاريسي مش ده يستغرق الكثير من الوقت؟ واحنا بندعو إلى يعني عدم طول المرحلة الانتقالية؟ نعمل حاجة مؤقتة لتتحرك الموضوع وتعمل نعمل نشتغل فيه لأنه دستور فعلا في كل بند بتحاولي تستخدميه لأن ده جزء من شغلنا كل ما بنمسك بند قد نبقى شايفينه من بره أنه هو ملائم تجي تفصلي أو تحاولي تبني عليه حاجة تجد فيه مشكلات فيه قدر من عدم المهنية في هذا الدستور بشعة يعني لم أراه فيه وثيقة في حياتي اللي بيقوله أنه أفضل الدستور في تاريخ مصر هو أسوأ دستور في تاريخ مصر واحد من أسوأ الدستير في العالم مهنيا وحقوقيا وكل شيء وطبعا من نظام السياسي فيه حاجة سمك لبن تمرهندي حاجة ملغبطة وأي نظام سياسي هشتغل بالدستور ده هتوقف بعد شهور عديدة هحصل فيه ارتباك شديد ترجمة نانسي قنقر